موسيقى الجولة الأولى من دور المجموعات خصوصا نحن شعبنا المحلية أو الجماهير الأردنية بعد انقطاع عن دور المحلية أو الكأس المحلي وكل بطلات المحلية رح يتم الاتجاه نحو دوري أبطال الأوروبا اليوم بتبدأ مبريات مبريات قوية جدا بالمجموعات الثمنية رح نحكي شوي بالتفصيل عن مبريات لكن بدايتا بدي أحكي إيش الجديد في هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا نشوف إحنا في الزخم من الأندية اللي بتقاتل من الجل تحقيق اللقب هذا الموسم مبريات اليوم زي ما عم تشوف من وراء من خلفي رح تكون في كثير مبريات احنا نحكي عن تقريبا ثمان مبريات لكن في مبريات قمة بهاي اللقاءات أبرزها باعتقادي أنه بروسيا دورتموند مع برشلونا المجموعة النارية اللي فيها ايضا انتر ميلان ومنحكي عن ثلاث أندية أوروبية باعتقادي كلها قادرة على الوصول بعيدا في دوري أبطال أوروبا برشلونا هبوط في مستوى مباراة الأخيرة اللي كانت مع بلانسي حقق فوز كبير بخمس أهداف قبل هدفين ليفربول أيضا رح يكون له مباراة جدا مهمة ليفربول زي ما بنعرف هو حامل اللقب في الموسم الماضي المباراة مهمة مع نابلي خارج أرضه هاي باعتقادي واحدة من أبرز المباريات اللي رح تكون لكن بدي أرجع شوي أحكي عن مباراة بروسيا دورتموند وبرشلونا خصوصا أنه تقام في الأراضي الألمانية وحن نعرف عشاق بير بروسيا دورتموند بيكون لهم تواجد كبير وبشكل ضغط كبير على كل الأنديل عم بتزور هذا الملعب فاعتقادي إنها مباراة مش سهلة جدا مش سهلة أبدا على بالفيردي ولا على نجوم برشلونا وخصوصا أنه حتى اللحظة لسه ما في أخبار عن عودة ميسي اللي بيعاني من أسبية الأخيرة من إصابة قوية أدت الاستبعاد عن البطول الدوري الإسباني حتى اليوم مباريات كثير مهمة مباريات جدا صعبة اليوم عشاق كرت قدم العالمية على موعد مع هاي مباريات مش حتوقف مباريات بس اليوم اليوم غاد فيه أيضا لقاءات أخرى حتكون جدا مهمة واعتقادي إنه وحدة من أبرز المباريات راح تكون باعتقادي اللي هي حتكون بين أتلاتيكو مدريد اللي حيستضيف ناديو فنتوس الإيطالي أيضا بريس سانجيرمان راح يلعب مع ريال مدريد هاي مباريتين اللي حيكونوا حديث الشارع أو حديث نعشاق الكرة العالمية بدي أبلش مع مباراة بريس سانجيرمان ريال مدريد هاي المبارا راحكون لها طابع خاص طابع خاص بين لاعبين اثنين أول شي نيمار اللي طول الصيف كان عندي شوية مشاكل مش قابل يبقى في نادي بريس سانجيرمان وكان ريال مدريد واحد من الأندي اللي عم بسعى لإستقطابه زي ما عم نشوف بالجدول المخل في مباريات يوم غاد بريس سانجيرمان اللي أسر على أبقاء نيمار راح يواجه ريال مدريد وإيش المختلف عند بريس هذا العام بعد ما فشل بالسنوات الأخيرة رغم الاستقطابات الكبيرة من النجوم الكبار عبرزهم نيمار يسعى هاي الموسم وهذه النسخة من دوري أبطال أوروبا لتحقيق اللقب اللي رغم ضخ المليارات أو الملايين من الدولارات على الفريق تبعه لكن حتى الآن مش عم بقدر حقق دوري أبطال أوروبا ريال مدريد عم بيعانز بنعرف بالدوري وهي مواجهة خاصة لنفاس الحارس اللي كان له دور كبير بتحقيق دوري أبطال أوروبا بثلاث نسخ باضية بالنسخ الأخيرة من دوري أبطال أوروبا اليوم اتجه إلى بريس من أجل الدفاع عن نادي بريس لانجيرمان هي مواجهة خاصة جدا بأول مبرائله بدوري أبطال أوروبا راح يواجه فيق والآخر ريال مدريد نرجع شوي على مبارات ثلاث يكو مدريد مع يوفنتوس الإيطالي يوفنتوس زي ما نعرف الفريق اللي بالعشر سنوات الأخيرة وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا أكثر من مرة لكن يمكن الحظ ما سانده يمكن بعض الأمور الفنية ما ساندته هاي الموسم مع مدرب ساري في فلسفة جديدة لدي يوفنتوس مع ساري اللي هي يحاول أنه يكون جماعية الفريق أكبر من أنه يكون اللاعب فردي بوجود رونالدو باعتقادي أنه يوفنتوس قادر على الوصول بعيدا بهاي البطولة عزز الصفوف الدفاعية بالتعاقد مع الهولندي ديليخت لكن يمكن هي إصابة كليني اللي تعرض إليها بداية الموسم بقطع برباط الصليبي راح يغيب عنها تقريبا من أربع إلى خمس شهور هيا راح تأثر بشكل كبير على أداء يوفنتوس خلال هذا الموسم بيظل نحكي أنه دوري أبطال أوروبا زي ما هو معروف صعب نتنبأ مين ممكن يكون بطل هاي النسخة خصوصا دور المجموعة دور مجموعة داما ما بفرزنا الفرق اللي قادر على الوصول بعيدا في هاي البطولة لكن باعتقادي مع دور السبتاشة أو الدور الثمانية هاي الأنذية الكبيرة اللي منتعود عليها يعني ماشيستر سيتي برشلونة ريا مدريد انتر أنا عم بشوف انتر بالدوري إيطالي قدم داء مميز خلال الأسبوع الأولى مع كونتي باعتقادي أنه في روح لدى الفريق في عنده أسماء مميزة عنده في رغبة حقيقية للعودة لدوري أبطال أوروبا زي ما بنعرف آخر رقب حققه نادي انتر ميلان كان في 2010 في موسم الثلاثية الذي لا ينسى مع جزي مورينيو يعني باعتقادي حبيت هيك أبرز لقاءات اليوم وبكرة من دوري أبطال أوروبا بشكل سريع المواجهات المثيرة ستكون أكبر خلال الأسبوع المقبلة زي ما بنعرف كمان اللي هو موضوع في أمور صغيرة بتأثر في دوري أبطال أوروبا من إصابات اللعبين من ضغط المباريات زي ما بنعرف فيه مثلا زي دوري الإنجليز رح يكون فيه هناك أسبوع متتالية نفس الإشي بالإيطالي بالإسباني فباعتقادي الفريق اللي قادر أو يملك دكة حقيقية أو أسماء بارزة فيه الاحتياط هو باعتقادي رح يكون قادر على الوصول بعيدا في دوري أبطال أوروبا زي ما حكيتكم صعب نحكم بداية الموسمين ممكن يوصل البعيد لكن باعتقادي فيه أندية دائما مرشحة زي ما حكيتكم الشيسر سيتي واحد من هاي الأندية برشلونة ريا مدريد ليفربول رح ينافس من أجل المحافظة على لقبه وعنده الترسانة الكبيرة اللي بإمكانه يواصل المنافسة لأجلها بشكل سريع كانت هاي الآخر الأخبار عندي اليوم في الدوري أبطال أوروبا موسيقى